رحمة الله وبركاته أعزائي طلاب الصف السادس فأقوم اليوم بحل أسئلة المحفوظات يافا الجميلة وهذه الأسئلة متواجدة في الكتاب صفحة رقم ثلاثة وثمانون السؤال الأول يتصور الشاعر أن الطائرة التي أقلته كانت تحلق بسرعة كرح لماذا؟ لشدة شوقه إلى يافا إذن يتصور الشاعر أن الطائرة التي أقلته كانت تحلق بسرعة كرح لماذا؟ لشدة شوقه إلى يافا السؤال الثاني وازن بين شعور الشاعر في حالة ألف قدومه إلى يافا كان بشوق وفرح شديدين كأنه قادم إلى الجنة الفرح والسرور والشوق لرؤيتها با مغادرته يافا كان يشعر بالضيق والحزن على مغادرتها ولم يتق وداعها أنتقل الآن أعزاء طلاب إلى السؤال الثالث استنتج مقاومات تحقيق القومية العربية كما يراها الشاعر وما رأيك في ذلك؟ مقاومات تحقيق القومية العربية كما يراها الشاعر الأرض، اللغة، الأهداف المشتركة، عدم وجود الحدود والدين أما رأيكم فيترك لكم أعزائي الطلاب السؤال الرابع إلى ما رمز الشاعر بكل من؟ أولا العقوب الطائر القوي الذي يحلق عاليا أو الطائرة الارتفاع الشموخ العلو والقوة الضاد اللغة العربية الكتاب القرآن الكريم إذن إلى ما رمز الشاعر بكل من؟ عقوب الطائر القوي الذي يحلق عاليا الطائرة الارتفاع الشموخ والعلو والقوة والسرعة كذلك الضاد اللغة العربية الكتاب القرآن الكريم الدين الإسلامي السؤال الخامس أعزائي الطلاب لماذا كرر الشاعر حرف النفي لا ثلاث مرات في البيت السابع ما هو البيت السابع؟ ولا افترقت وجوهن عن وجوهن ولا الضاد الفصيح ولا الكتاب ليؤكد أن عوامل وحدة الشعوب الأساسية موجودة بين شعوب الأمة العربية والسنكار على فرقة العرب السؤال السادس أعزائي الطلاب استخلص العاطفة التي سيطرت على الشاعر في البيتين الأخيرين الوطنية والقومية الحزن والأسى على فرقيا فالحب والولاء والانتماء هكذا أعزائي الطلاب أكون قد انتهيت من حل أسئلة المحفوظات والمطلوب منكم القيام بحلها وإرسالها لأشكركم طلاب الأعزاء على حسن الاستماع وألقاكم في الحدث القادمة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته